مرحبا مرحبا نحن في جولة في احد المنازل القديمة لمنطقة امجاد ونقدم لكم هذه مجموعة من المنازل القديمة ملتحمة فيما بعضها البعض وهذا لا يشكل منزلا واحدا كما قال لنا الدكتور كما قال لنا الدكتور سامير وهو من اولاد المنطقة سوف نتوقع في بعض البويت لأريكم لا يعني لكم لي فرحين لا سلم يعني لكم لي فرحين وسرور يعني تقدم هذا الشعب البدائي مرحبا 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 يعني هنا هذه البويت تستعمل لقضاء الحاجات بجميع أنواعها يعني من الحاجات البيوروجية يعني يمكن أن نقول بأنها كانت مركبة سكانية كاملة نعم ويمكن أن نقول بأنها بردر حاليا هل يمكن أن تكون غلو قليلا ماذا يمكن أن تقول لنا السيد إبراهيم وهو من اولاد المنطقة القدامة هذه البيوت كانت مجموعة سكانية مثل مجموعة الضحة وكذا مجموعة العبار أعفونا سيدي بدون ذكر اسم الشركة لأننا نرفض الإشهار نعم نعم هذه البيوت تستعمل وهناك الشبه نعم سعال سعال أشكلي قديما ما هو أشكلي 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 كما ترى هناك بعض الحزارة سنزيلها لأن أشكلي قديما وما يسمى بالنافذة حديثة ولكنها هذه النافذة لم تكن تطل على الجار الآخر ذلك لكتنظر الوقار والحشمة نعم وفي هذه النافذة كانت توضع ما يسمى بالأضواء وما يسمى الشمع لقد كان السمع الشمع إذن هو الشائع في هذه المنطقة للعنارة وكان القرآن الكريم يحفظ هنا في هذه النافذة كذلك كان يحفظ أبالين والسجادة تجمع و تترك في أشكلي وحده مع قليل من البخور البخور الحجية البخور الحجية يعني الحجية التي تأتي من الحج نعم وهذا الأشكلي كما ترى فهو من 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 كما نلاحظ يمكن يمكن هنا أن نلاحظ البنية هناك طبقات هناك عدة طبقات هناك عدة طبقات نعم هناك عدة طبقات إذن هي بناية إذا أردنا أن نحلل هذه الطبقات سوف نكتشف سوف نكتشف سوف نكتشف سوف نكتشف أنه بنيت في القرن الرابع عشر ما بعد الميلاد نعم إذا رأيته هنا فهذا لا صلب 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 رغم أنه رغم أنه من صنع يدوي نعم ليس مثل الياجور ومماذا يتكون هذا هذا يتكون من الطراب الأحمر نعم والماء وقليل من الملح أنه هذه ليس كمثل الياجور الذي تبني به مجموعة الضحة كما قلت سابقا المرت سيد إبراهيم عدم نكرن كما قلت سابقا ونلاحظ أيضا أن هناك استعمال إحجار ولقد سمعت بأن هذه الأحجار تكون ساخنة في فصل الشتاء وتكون باردة في فصل السيف نعم كما ترى إذا لم أستعلم أن فهي ساخنة إبرا الغيدو أوف إنها تحرق نعم وإذا رأيت هذه الحجار كم تقيلة جدا يعني هذا الرجل الذي بجارها نعم ونتسأل عن قوة يعني نتسأل عن قوة ودكاء الشعوب القديمة عكسا مثل الفراع عكسا تخضر وهنا تتهي الزيارة وننزيل ونلاحظ ونختم نختمها ب ولكن لم ترى هذه هذه فلم ترى ماذا ماذا تكون هذه ماذا تكون هذه كنت أريدا أشير إليها نعم 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 دكتور سامير نعم دكتور سامير على إلى هنا مهم جدا نعم من قبل نعم يجب أن تعرف أنه من قبل الآن يوجد ما يسمى بالعلاقات علاقات التي تنشر عليها الملابس نعم سيد نعم سيد أبر الآن كما ترى هناك خشبة صغيرة مخرجة من هناك هي العلاقة قديمة نعم نعم متفقنا هذه العلاقة تسمى في اللغة الأمازيغية نعم اللغة الأمازيغية نعم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هناك تيك جديد من هنا هل تعرف تيك جديد؟ لا نعم لقد كان الدكتور سامير سوف يشيره لنا إلى هذا المعطب أهمية هذه هي تيك جديد لأنها الآن في طول الانتهاك من بعد يعني بعد ضلق لأن لاحظوا بأنها كانت لأنهم يقتلعونها قسداعا هل يسرقونها أم ماذا؟ نعم ولماذا؟ لأنهم يستعملون الآن في المنازلين الحديثة ولكن ولكن عفوا ولكن عفوا هل هل يقتلعون هذه لقلتها في المنطقة أم ماذا؟ لأنها تسوي ثلاثون درهم لإكجزية واحدة وهذا مشكل خطير نعم وهذا يهدد المعمار أظن أن هذه كانت غرفة نعم وأرى تلك الأحجار متفحيمة و سوداء هل كانت غرفة الطعام أم ماذا؟ كما تضاحت أرد العشرة الأشياء فإلا لم تكن هناك أبضالة كانت أبضالة عبارة عن إيتيك الجو فوقها تلاخت تلاخت نعم وتلاخت نذكره هو خليط من التربة الحمراء والملح والماء وبعض الأحجار الصغيرة مما يسمى بأحجار نعم 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 هذه كانت أنول لا نسمى كوزين إنه أنول لا تسمى إذا مطبخ ما يسمى أنول 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 يعني نراحض بعد إغذ ما هو إغذ؟ يعني هو ذلك السود السود نعم سود الفحم إذن الذي يتركه تلك نعم نعم سيدي نعم 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 أريد جيدا أن أتخيل مثل كيف كان هذا البناء وأنا أظن بأن الغرفة التي كانت مباشرة فوق أنوى الذي هو المطبخ أظن أنها كانت غرفة النوم لكي يستفيد النوم من حرارة المطبخ أظن ذلك لأنني نلاحظ أيضا أن الحائطة مطلئة بالجير لذلك فأظن أنها كانت غرفة لها قيمة وهي صغيرة كما تلاحظون كنا نرسق الشمعة في الحائط الشمعة نعم نراحض وبعد السود نعم متافق معك كان يلسق كان يلسق لأنه ليس هناك يعني بعد وهناك يعني العطفاء يلعبون الكرة أظن أن ذلك خارج عن موضوعين يا سامير أظن أن ذلك خارج عن موضوعين ولكن هذا لا يمنع أن نرى ماذا تسمى هذه الفاكهة اللذيذة عندكم؟ إنها تكناريت نعم تكناريت وأظن أننا سوف ننزل كي نختم القضية لقد لمحتوا بعد الذكريات القديمة نعم أظن أن الدرسة قد انتهى أستاذ سامير نعم السراول لا تدخلوا في إطار تقاليد منطقة سيدي نعم نحن هنا ما يسمى ترحيت وهو حداء خاص بالنساء ترحيت انظروا إنها قديمة هناك ترزيت وما هي ترزيت أستاذ سامير نعم ترزيت وهو حداء خاص بالرجال أظن أنه حديث بعض الشيء نعم هنا سيدتي وسادتي تنتهي رحلتنا على هذه الصور من أنول من داخل أنول الذي هو مطبخ هذه المنازل القديمة ونلاحظ جيدا تفحم الأحجار والأحجار التي وللأسف هناك أزبال وهناك لأسف نعم وهنا تلك المنطقة التي كنا نلحظ منها أنول هناك رائحة 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 حريق لازل تسكن في في هذه الأحجار رائحة رائحة إن كانت تذكرنا فهي فهي تنتقل بنا عبر عبر الزمن لكي تعيد بناء لكي تعيد بناء هذه البيوت نلاحظ هنا حفر كانت استعمل في الغالب لتخزين مواد طهي مثل الملح وكل ما يلزم وعيد أن هناك رائحة طيبة في هذا المكان انظروا مع إنعكاس أشعة الشمس أشعة الشمس بعد الظهر نعمان قادم هناك هناك مثل زرق أو المعان في الحائط وهو منظر جميل جدا نعم وحرارة الشمس وحرارة الشمس جميل هذا المنظر ترهيب المكان جميل جدا أعطينا صورة ودخل إنه يبرق بالفعل ولكن هناك الغائط المرجو أستاذ سامير نحن ببشرة على التلفاز لا داعي لذكر نحن فقط نذكر ب نعم نعم نذكر ب نذكر ب السلوكات الغلاء أخلاقية التي يقوم بها سلوكات عادية شباب المنطقة في انتهاك حرمة الناس القدامة ولكن